تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد الرئيسان تطلعهما للارتقاء بكافة مجالة التعاون ودفعها إلى أفاق أرحب خلال المرحلة القادمة بما اتسقوا ومصالح البلدين الشقيقين وحرصهم على الحفاظ على النمط الحالي في التنصيق أشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول عددا من الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية حيث نقش الرئيسان سبول مواجهة التحديات التي تتعرض لها القرى وأشدد الرئيسان على أن التعاون والتنصيق بين دول الإفريقية الشقيقة يعد عاملا أساسيا لدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية لجميع شعوب القرى حيث اتفق الرئيسان على مؤصلة التشاور المكسف خلال الفترة القادمة بشأن جميع القضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر